ملايات البلاغ وارد إلى قائد الفرقة الإقليمية للدرق الوطني بالشرفة مفاده سطو مسلح على أمريكس باريد بلدي تغبال مباشرة تم التنقل إلى عين المكان تحت الشرف قائد المجموعة ومباشرة التحقيق بالتنسيق مع السلطات القضائية بعد تنشيط عنصر الاستعلامات واستغلال الخبر العلمية والاستعانة بخارطة الكشفات الهاتفية تم حصر الأرقام الهاتفية المشتبه بها بالاستعانة بأفراد المفرزة الخاصة للتدخل للدرق الوطني المعلمة تم توقيف المطورة الأول الذي أفادنا بعد المواجهة باللاتية العلمية بأسماء بعض الشركائي بعد التتبع التقني وجمع المعلومات تم التنقل إلى مدينة وهران وتوقيف ثلاث مطورتين آخرين مع استرجاع مبالغ مالية مسلوقة بالعملة الوطنية والعملة الجنبية والمعدة سلفا لمغادر التراب الوطني بطريقة غير شرعية عبر البحر بالإضافة إلى استرجاع سلاح صيد مسلوقة بعد استغلال الموقوفين تم توقيف الشرك الآخر العصابة من مدينة وهران وقام بإخفاء المبالغ المالية بظهور دين العلمية جديدة ومقارنتها بتصريحات الموقوفين تم الوصول إلى توقيف شخصين آخرين قام باستلام مبلغ مالي مسلوقة وشراء سيارة فاخرة نوع بصات وحج السلاح حربي العملية أصفرت عن توقيف ثمانية أشخاص حج سيارة فاخرة من عائدات المسلوقات بقيم 720 مليون سنطيم استرجاع 484 مليون سنطيم عملة وطنية وأجنبية بالإضافة إلى هواتف نقالة وأسلحة بيضة استرجاع سلاح سيد مسلوقة منذ ستة أشهر حل القضايا عارقة كسرقة مركز بريد منذ خمس أشهر سرقة منزل اعتداء مسلح وسرقة محل تجاري تفكيك شبكة وطنية لتنظيم الهجرة غير شرعية ترجمة نانسي قنقر